سورة القمر مكيةٌ على قول جماهير أمة الإسلام نزلت سورة القمر على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من اضطهاد صناديد قريش الحال حال استضعاف تعجَّب عمر من آيةٍ في هذه السورة العظيمة تعجَّب منها جداً واستغرب وهي قوله سبحانه وتعالى سيُهزم الجمع ويُولُّون الدُّبُر التفت عمر يميناً وشمالاً فرأى حال إخوانه مستوعفين معذَّبين لا قبل لهم بصناديد قريش فقال عمر أي جمع سيُهزم يقول عمر وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في غزوة بدر وهو يثب في الدرع ويقول سيُهزم الجمع ويُولُّون الدُّبُر لقد استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الله له بمكة استحضره واقعاً متحققاً وهو في بدر لذلك جعلنا عنوان هذه الخطبة آداب وفضائل زيارة المسجد الأقصى بعد التحرير آداب وفضائل زيارة المسجد الأقصى بعد التحرير أقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً إيماناً بالله ويقيناً بوعده إذ قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معلو تتبيراً وإيماناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيناً بوعده الصادق حين قال كما في البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل ويبدو أن المسلمين ونسأل الله أن يجعلنا منهم حين يدخلون المسجد الأقصى فاتحين فإنهم لا يعملون باليهود سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بني النظير بل سيعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريضة ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم بكل حجر وبكل قطرة دم سفكا سيقول ضعفاء الإيمان متى هو نقول قل عسى أن يكون قريبا وسيقول المنافقون انظروا إلى هؤلاء يعدوننا بفتح بيت المقدس وقد دمرت غزة هؤلاء المنافقون اليوم يقولون كما قال أجدادهم من منافقي الأمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفروا خندقا فاعترضتهم صخرة لم تأخذ فيها المعاول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول ثم قال باسم الله وضرب ضربة فانكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا ثم ضرب الصخرة الضربة الثانية فكسر ثلثيها فكسر ثلثاها فقال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المداء وقصرها الأبيض من مكان هذا ثم ضرب الثالثة فاقتلع الحجر فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا فقال المنافقون انظروا إلى محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته منافقو اليوم هم هم منافقو الأمس لذلك ثقة بوعد الله نقول للمسلمين الفاتحين اعلموا أن المسجد الأقصى ليس مقتصرا على المصلى القبلي الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمع بل كل ما هو في داخل السور هو المسجد الأقصى ويشمل المصلى القبلي الذي يتصلى فيه الجمعة والجماعات اليوم ومصلى قبة الصخرة ومصلى المرواني ومصلى باب الرحمة حتى ما لم يسقف من الساحات والحداء كل ما هو في داخل السور الكبير كله مسجد أقصى وكله له فضاء المسجد الأقصى فاجتهدوا حين ندخله فاتحين بإذن الله نجتهد في الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة والاعتكاف في هذا المكان الطاهر لأن له فضاء الكثير كما يقول عطاء الخرساني رحمة الله عليه بأن البيت المقدس بنته الأنبياء والله ما فيه موضع شبر إلا وسجد فيه نبي لذلك حين تسجد في المسجد الأقصى استحضر أن البقعة التي تضع فيها جبهتك ساجداً لله قد وضع في ذات البقعة نبي من أنبياء الله جبهته الطاهرة ساجداً فيها لذلك يقول التابعون كانوا يستحبون إذا كان أحدهم في المساجد الثلاثة عن المسجد الحرام والمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أن يختم فيه القرآن فهذه أيضاً من الآداب وفضاء البيت المقدس وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الصحيح قال تذكرنا بيت المقدس عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرنا أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس أو المسجد الأقصى فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بأربع صلوات فيه يعني الصلاة الواحدة في المسجد الأقصى بمئتي وخمسين صلاة في غير المساجد الثلاثة وهذا تضعيف مهول يا أحبابي قال ولنعم المصلى هو يعني البيت المقدس يعني صحيح أن المسجد هذا أفضل بأربع مرات من المسجد الأقصى لكن هذا لا يقلل المسجد الأقصى مسجد عظيم جداً ومقدس لدى المسلمين قال ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان وليأتين على الناس زمان لقيد سوط الرجل حيث يرى بيت المقدس يعني مكان صغير جداً فقط يريد أن يرى بيت المقدس هناك أحب إليه من الدنيا جميعاً وهذا حالنا جميعاً اليوم وصدقت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فضاء البيت المقدس عظيمة جداً كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه الإمام أحمد وصحاه القرطبي والنووي وابن القيم وابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم حين بنى سليمان بن داود بيت المقدس سأل الله خصالاً ثلاثاً أن يؤتيه حكماً وأن يصادف حكمه يعني يلهمه العدل في الحكم كما أنه عادل سبحانه وتعالى وأن يهبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد يعني بيت المقدس وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه قال صلى الله عليه وسلم فلقد أعطي اثنتين يعني سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أعطي اثنتين من هذه الخصال الثلاثة أن الله أعطاه حكماً يصادف حكمه وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة أي لا يأتي أحد هذا المسجد الطاهر لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئتي كيوم ولدته أمه لذلك لنجتهد في الصلاة في هذا المكان المقدس الطاهر بعد التحرير بإذن الله وحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي حسنه النووي وقوى إسناده ابن رجب رحمة الله على الجميع أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم إيتوا فصلوا فيه تقول وكانت البلاد إذ ذاك حربا يعني لا نستطيع أن نصلي فيه في ذلك العهد لأن هناك حرب قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله يعني ليصله منكم أي شيء حتى لو كان زيتا يسرج تسرج قناديل هذا المكان وكأن هذا الزيت هي رساء الحب وشوق لهذا المسجد الطاهر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذانا بأنها رسل الجيش الأعظم للتحرير بقيادة عمر رضي الله عنه وأرضاه فابعثوا بزيت يسرج به يسرج به قناديله وليأتين على هذه الأمة يوم لن يبعثوا بزيت تسرج فيه قناديله بل سيبعثون بدمائهم تسكب في ساحاته لتطهير هذا المسجد الأقصى من نجاسة اليهود الصهاينة ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قريبا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون اللهم صلي وسلم على حبيبنا وقرة عيوننا محمد صلاة دائمة سرمدية ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرشت اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم شرفنا بأن نكون من المحررين له يا رب العالمين اللهم كتف المسلم اللهم كتف المسلم بكتف المسلم وقلب المسلم بحذو قلب المسلم من كل الأجناس والقوميات أمةً واحدة كما قلت يا رب العالمين إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون اللهم عجل بهذا اليوم الله منصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم نصرًا مؤزرًا اللهم اجعلهم من لدونك وليًّا ونصيرًا اللهم استرعوراتهم اللهم آمن روعاتهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبِّت أقدامهم اللهم سدِّد رميهم اللهم ألهمهم رشدهم اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم ارحم المسلمين في كل بقاع الأرض اللهم اوحد صفهم تحت راية القرآن اللهم اعز الإسلام والمسلمين بهداية الحكام والمحكمين إلى طريق القرآن طريق العدل والعز في الدنيا والسعادة والنعيم في الآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياء منهم اللمات اللهم اغفر لنا ذنبنا وإصرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة تحت راية القرآن يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله اللهم اشتركوا في القناة